السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة الإسلام والسلام لا تنسوا الاشتراك بالقناة وابداء رأيكم بالمحتوى الذي تريدونه من خلال الزاوية اليسرى للمقطع ودعمنا بلايك والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد لأنكم أساس قناتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزاء المسلمين والمسلمات في كل مكان خير ما نبدأ به الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين معكم الدكتورة أم عمر أخصائية الطب البديل والمساج الطبيعي كل عام وأنتم خير أعزاء المسلمين والمسلمات في كل مكان بهلول شهر رمضان المبارك وأحببت أعزاء المسلمين والمستمعات أن أساعدكم في هذا الشهر الفضيل بإعطاء بعض النصائح حول الأطعمة والأغذية التي سوف نستهلكها في هذا الشهر تزيد من المناعة وترفع من المناعة وأيضا تقوي الجسم وأيضا بالمقابل وهو أهم شيء بالنسبة لي أنها تساعد على فقد الكثير من الوذن في هذا الشهر فمن الخطأ الجسيم والرهيب أن يزداد وذنك عزيز المستمع والمستمع في شهر رمضان لا أن ينقص الصح هو أن ينقص عزيز المستمع والمستمع كلما زاد وذنك في شهر رمضان كلما كانت أمراضك ومشاكلك الصحية ومناعتك خلال العام بأسوأ حالتها وكلما ازداد نقص وذنك في رمضان معناها أنك سوف تتمتع بصحة أفضل ومناعة أعلى خلال السنة القادمة بإذن الله تعالى هاكم بعض النصائح التي سوف تساعدكم على ينقص الوذن وعلى رفع المناعة في شهر رمضان المبارك مع بعض أعطاء النصائح لأشياء مفيدة وضارة تقوم بفعلها في رمضان وأنت لا تعلم شهر رمضان عزيز المستمع والمستمع فرصة مثالية جدا لتصحيح كل تلك العادات الغذائية السيئة التي كانت تتسبب لنا بمشكلات عديدة صحية وأهم مشكلة نعانيها في شهر رمضان هي ذيالة الوذن وفي هذا الإطار سوف أقدم لكم بعض النصائح الرذائية لشهر رمضان استهدادا لسيام صحي وسليم كيف أقوم بحياتي؟ كيف أعد فطورا صحيا لأسرتي؟ أولا عليك عزيزي المسلم وعزيزتي المسلمة أن تتبه السنة الشريفة وذلك من خلال تناول ثلاث تمرات ثلاث تمرات عند الإفطاهر أو خمسة أو سبعة وشرب كوب من الماء الفاتر وليس البارد انتبهوا الكثير من الآن لأن الجو حار يشرب ماء بارد وهذا خطير لأن المعدة تكون فارغة طوال النهار فالماء البارد قد يسبب لها تشنجا وتقلصا إذن ثلاث إلى خمس إلى سبعة تمرات من تمر مع كوب ماء فاتر أو هادي من الفلتر ولا تأكل أي شيء فقط التمر والماء الفاتر ثم قم بأداء صلاة المغرب الآن بعد أداء صلاة المغرب والثنة الشريفة باستطاعتك أن تبدأ بتناول وجبة الطعام الأشياء السيئة التي نتبعها الآن عزيزي المسلمي والمسلمات في وجبات الطعام هي تناول القهوة في رمضان فور الإفطار شرب القهوة فعي أنه جيد ينشط الجسم ليعطيها نشاط ولكن لا يجب أن تكثر صيامك بشرب جامل القهوة لأن الكافيين على معيدة فارغة يتسبب بزيادة مادة اسمها أسيد في المعيدة مما يؤدي إلى حدوث انتفاخات كبيرة في البطن وبتالي إلى حدوث تلبقات معوية إذن سوف نستبدل القهوة لماذا؟ بالفاكهة المجففة ومع حساب السعرات الحرارية حيث تتحول سمار الفاكهة الطاضجة إلى مجففة كالزبيب مثلا أو التين أو المشمش كل هذه الأشياء المجففة نحن نعتبرها فواكه مجففة عند صحب الماء من تلك الفواكه عند تجمع فيها يعني أنها تحتوي على معادن تحتوي على بيتامينات تحتوي على ألياف لكنها بقدر ما هي مفيدة وهي غنية بالطاقة وأشير إلى ضرورة عدم الإفراط في تناول بعض أنواع الفاكهة المسلسلة الغذائية بالنسبة للفواكه المجففة التي تكون زاخرة في السكر فأقول أن حبة التين الواحدة المجففة تحتوي على 37 سعر حرارية وإذا كانت هناك حبة متوسطة من التمر هي تحتوي على 27 سعر حرارية نصف الكوب من الزبيب يحتوي إلى 230 سعر حرارية فعديد المستمع وعديدة المستمع عليك أن تحسب نوع الفاكهة المجففة التي تتناوليها مع عصائر في رمضان وما أدراك ما العصائر في رمضان من المعلوم أن المشروبات في رمضان متنوعة ذات ألوان زاهية ذات أطعي مذاق مميز لكنها عديد المستمع والمستمع غنية جداً بالسكر وبعتبارها غنية بالسكر فهي المسؤولة الأولى فهي المسؤولة الأول عن ديادة وزنك في رمضان بسبب الإفراط في شربها كوب صغير من الجلاب يحتوي على 110 سعرات حرارية أي ما يعادل ثمرتين من الفاكهة و27 جرام من السكر كما يذخر شرب السوس بالسكر إذا كان الكوب صغيراً أيضاً يحتوي على 258 سعر حرارية أي كعدم الإفراط نهائياً بالمشروبات التي تتناولينها في رمضان وتكون المشكلة الأكبر والأعظم في المشروبات عندما تتناولين ليس مشروبات طبيعية وإنما مشروبات صناعية أو غازية فهناك عدد لا يحصى من السعرات الحرارية الخطيرة نستطيع أن نسمح لكم بشرب بعض الأنواع من المشروبات الطبيعية المفيدة والصحية جداً في رمضان مثلاً أن تتناولي قمر الدين أن تقومي بنقعه من المساء إلى الصباح في البراج وفي الصباح تقومين بخلطه بالخلط ولا ورسة مضطرة إلى إضافة السكر إليه وتقومين بتمديده بالماء حسب ما تريدين ذلك أيضاً من الأشياء المفيدة التي يجب شربها في رمضان هو شراب الكلكدين هناك أناس يعانون من الضغط المرتفع أو المخفض شراب الكركدين سبحان الله له قدرة جبارة فهو يحضر على طريقتين فإذا كنت من أصحاب الضغط المرتفع فما عليك سواء أن ضنقع بعض الكركدين في إبريغ بماء عادي من الفلتر وتنتظرين ساعتين أو ثلاثة ثم تقومين بتصفيته ويفضل عدم إضافة السكر لهذا المشروب وشور به كما هو فهو سيساعدك على انخفاض وزنك وتنظيم دورتك الدموية بشكل رائع أما إذا كنت من أصحاب الضغط المخفض وتريدين أن ترفع ضغطك في رمضان فالكركدين يقوم بتحضيره كأنه شاي عادي أي تقومين بأخذ حفنة من الكركدين وغليها على الغاز وغليها على الغاز ومن ثم تبريدها في البراد وشور بها فهذا ستساعد على رفع الضغط لديك ومشروب الكركدين مشروب جدا لذيذ ومنعش ومن فوائده الرائعة في رمضان أنه سيخلص جسمك من جميع السوائل الزائدة لأنه يعتبر من مدرات البول الطبيعية الرائعة أيضا تستطيعين أن تشربه التمر هندي قوم بتحضيره إما بغليه أو بنقعه من المساء حتى الصباح في البراد لأن الجو حار لا تتركه خارج البراد ومن ثم تناول كوب واحد وبالتدريج أي ليس لا تقومين بشربه هكذا دفعة واحدة وإنما ضعيه أمامك على المائدة وخلال فترة الافتضار تستطيعين أن تشربينه أو تستطيعين أن تشربينه بعد ساعتين من تناول الافتار فهو لن يضر وسوف ينفع ويعطيكي طاقة المثلة لك ولكني أحذر من شرب السوس في رمضان لأنه يرفع الضغط بشدة وقد يسبب نوبات شديدة من الصداع والألم والتلبك المعوي وعندما أقول عصائر طبيعية عزيز المستمع والمستمع فأنا أطلب منك أن تحجاهدها في المنزل لا أن تشتريها من الخارج والآن الجميع لديه حضر صحي في المنزل لا يدخل ولا يخرج فعليكي أختي المسلمة أن تكوني أكثر اهتماما بأفراد استراتيكي وقوم بتحضير الطعام والشراب وكل شيء بنفسك ولا تعتمدين على شراء الأشياء من الخارج فهي مضرة وقد تكون سببا في نقل الأمراض إلى أسرتك من المشروبات الطبيعية المفيدة أيضا البرتقال الليمون إنها أشياء مفيدة وصحية ونستطيع أن نتناولها في المنزل ونحضرها على أن لا نعصرها ونترك المادة الدبية التي بها لأنها مفيدة جدا لك عزيز المستمع وعزيزة المستمع من النصائح التي أود أن أقدمها للصائمين أن أكبر مشكلة يعاني منها الصائم هي انتفاخ البطن بعد تناول الطعام ما أسباب الانتفاخات الكثيرة التي تحدث في البطن والتي تؤدي فيما بعد إلى إمساك شديد في رمضان لماذا عزيز المستمع والمستمع نصاب بالانتفاخ والإمساك في رمضان وهي أكثر المشكلات شيوعا يرجع ذلك إلى تناول الأكل بسرعة أو الصنوف الدثمة أو تلك التي نجد صعوبة في هضمها أو الحلويات التي نقدمها والتي تكون غنية بالحليب والغلوتين المشكلة في أن هذه الأنواع من الأغذية إذا لم تتخلص منها عديد المستمع والمستمع في رمضان ستبقى تعاني من الإمساك والانتفاخ والمشاكل الصحية الأخرى والتلبكات المعوية إذن يجب التقليل من أصناف الحلويات الغنية بالحليب والكلوكو والجلتين نقلل من الصنوف الدثمة المليئة بالدهون والزمنة والزيت ونأكل ببطئ ونحاول أن لا نأكل بسرعة وأن نكسر السلطات في حياتنا أثناء تناول الطعام وعلينا بالمقابل نكسر من شرب الماء كلما أكسرت من شرب الماء كلما كان الانتفاخ أو الإمساك أقل تناول أطعمة غنية بالألياف مثل خبز الشرفان والقمح الكامل أو خبز الشعير أو خبز البر فإن هذه الأشياء مفيدة جدا لك تنوع بأنواع السلطات كافة عديد المستمع والمستمع فهي مفيدة وصحية في كل يوم حتى لو كانت أصناف الطعام التي تقدمها ليست بحاجة إلى نوع من أنواع السلطات أحرص عديد المستمع على وضع صحا متوسط الحجم من السلطة تقومين بتوزيعه على أهل بيتك ليأكلوه لأن الخضروات الطبيعية الطازجة التي تقوم محضرة في الطبق السلطة ستكون أهم شيء للمعدة يساعدها على هضم الطعام ويساعدها أيضا على أخذ الفيتامينات على الشعور بالشبع وأيضا تساهل عملية الهضم والتخلص منها الإمساء بشكل كامل وبالنسبة للفطور أعزاء المسلمين والمسلمات على سبيل المثال أقول مثلا كشخص واحد خذ كوب من شربة الخضار أو العدس والكوب بمعنى طبق صغير خذ طبق من السلطة مع ملعاقتين صغيرتين من زيت الزيتون أو الخل الطبيعي وليس الخل الصناعي أنا أرفض الخل الأبيض فهو خطير أطلب خل التفاح أو أي خل طبيعي لديكم مع عصرة ليمون أي طبق الصلطة أي نوع من الخضار التي قمت بتقطيعها والمتوفرة في مندلك فقط أضف لها ملعاقتين صغيرتين من زيت الزيتون وملعقة من الخل وملعقة أو ملعاقتين من عصير الليمون الطبيعي وإذا أحببتكم بتقطيع نصف ليمونة كاملة في الطبق مع قشرها فهي مفيدة جدا الآن بالنسبة للوجبات الرئيسية أي أنت تناول عدس أولا تناول شيء من طبق الصلطة ثانية تأتي إلى الأطباق الرئيسية مثلا لدينا الأرز أو الماكرونا أو البرغل أو الأشياء الموجودة على المائدة لا بس لكن لا تكسر منها خذ مغرفة أو مغرفة ونصف إلى مغرفتين حسب عمرك وتناول من هذه الأشياء وحاول أن تكون تلك الأشياء مطبوخة بأشياء قليلة الدسم أي لا تكسر من الزيوت لا تكسر من الدهن لا تكسر من السمنة في هذه الأطباق لن تستطيع أن تأخذ مغرفة أو مغرفتين من الطعام الأرز أو الماكرونا أو البرغل وإذا كانت الأصناف الثلاثة عادة موجودة على المائدة فخذ طبق واحد من هذه الأصناف بالنسبة لأنواع اللحم المقدمة في رمضان تستطيع أن تأخذ شريحة من صد الدجاج المسلوق من ذوع الجلد أو شريحة فيلي من السمك المشوي وأنا أفضل عدم أكل الفيلة وإنما أفضل أكل السمك كامل بجلده لأنه مفيد وصحي من أجل الحصول على فائدة أوميغا 3 وتستطيع أن تأخذ ربما أيضا شريحة من اللحم المشوي سواء كان بقري أو ضان شريحة من صد الدجاج المسلوق من ذوع الجلد أو شريحة من سمك المشوي والمقلي نحاول أن نخفف منه قدر الإمكان مع جلده للحصول على أوميغا 3 أو شريحة فيلي من اللحم المشوي بعض الإفطار بساعتين أو ثلاثة يمكن تناول ثمرة فاكهة كالتفاح أو البرتقال أو الإجاس ويمكن تناول قطعة حلوة صغيرة من مرتين إلى ثلاث مرات لكن ليس يوميا إنما في الأسبوع ويكون ذلك بعض الإفطار بما لا يقل عن ثلاث أو أربع ساعة أي في الساعة العاشرة مساء مع فنجان قهوة لا بأس إذن تناول قطعة الحلوة مع فنجان قهوة على عدم إكثار الهيل بها لأنه يزيد من تنبيه للجسم فلا بأس بذلك أو كوب من العصير الطبيعي وإذا تناولت فاكهة عزيز المستمع والمستمع فلا حاجة أبدا لتناول قطعة الحلوة يأتي الآن مبدأ السحور الصحي الآن نحن نريد انتهينا من فترة الإفطار لدينا الآن الفترة التي نرتاح بها ما بين الإفطار والسحور فعديد المستمع والمستمع عندي الآن عندما تتناولين الإفطار لا يكون همك الوحيد هو تناول الأصناف المعددة العديدة من الطعام من فترة الإفطار إلى السحور ثم نتناول السحور فهذا خطأ تناولي الطعام الصحي الذي طلبناه خصص لوقت لتناول الفاكهة أو تناول قطعة الحلوة الآن ثومي عودي إلى مرحلة الصيام لا تتناولي أي شيء من بعد الساعة العاشرة والنصف أو الحادي عشر إلى وقت السحور نهائيا سوى الماء أكثر من شرب الماء بهذه الفترة فإنه مفيد جدا لكي لعدم حدوث الانتفاق وعدم حدوث أيضا الإمساء نأتي إلى السحور السحور الصحي عديد المستمع والمستمعات من أجل عدم الشعور بالجوع خلال النهار أو العطش في اليوم التالي يجب أن تكون وجبة السحور صحية فمن الأخطاء الجبارة جدا أن تقوم بالسحور بتناول الأرز الدسم مع اللحم أو الدجاج وتقول أنني تسحرت والآن سوف أنام وغدا الصباح صاصم هذا سحور سيء بكل معنى الكلمة السحور الصحي يجب أن تكسر فيه من تناول أطعمة غنية بالألياف كالبقول أو منتجات الحبوب الكاملة الخضروات الفواكه يجب أن تزود الجسم بالطاقة تتناول بروتين مثل البيض الحليب ومشتقاته بقول كما قلت فول حمص إذ وحدد ذلك يحد ذلك من الشعور بالجوع سبحان الله في اليوم التالي فمثلا عندما أقول لك الحليب ومشتقاته الحليب الزبدة الجبن اللبن الزبادي هذه الأشياء تستطيع أن تكون موجودة على مائدتك البقول فأقصد بذلك أن يكون لديك مثلا صحن حمص صحن فول صحن مسبحة هذه الأشياء تكون موجودة على السحور وتأكلها فهي لا تشعرك بالجوع ولا العطش وتصيبك وهي مفيدة جدا في عملية الهضم والتخفيف من الودن أيضا أن يكون هناك خضروات وفواكه كيف تكون لديك مثلا أنت وضعت جبن وضعت زيتون وضعت تلك الأشياء بسطعتك أن تقطع بشوارها بعض من الفلفل والخيار والبندورة الفجل البصل الأخضر هذه هي الخضروات التي أقصدها فطبق من هذه الأشياء مع هذه الأشياء سوف تساعدك كثيرا على عدوث سحور صحي ومفيد الآن نأتي إلى مرحلة الخبز في مرحلة السحور حاولي أن تلغي الخبز البيض أو الصامولي أو توست أو أي شيء من تلك الأمور في سحورك وحاولي دائما دائما أن يكون سحورك بخبز بر أو بخبز شعير أو بخبز القمح الكامل التي لا يدخل فيها الخبز الأبيض أبدا عديد المستمع والمستمع هناك مصائح يجب أن نقدمها لكي تنعم بصيام صحي ومفيد وينقص وزنك بإذن الله في رمضان تلك النصائح مفيدة جيد جدا أولا تستبدل الفواكه الطبيعية بالحلويات الغنية بالسكر أي بدلا أن نأتي بحلويات غنية بالسكر مثل الكابكيك السينابون شوكليت الأشياء استبدلها بقطع فاكهة طبيعية حاول أن تأخذ برتقال حاول أن تأخذ تفاح منغا حبة حبة من كل شيء لا أقول لك أن تأخذ عدة حبات حبة واحدة تكفي وتكون متوسطة الحجم يجب تجنب شرب المشروبات المسلجة أو الغازية خلال فترة الإفطار فهي خطيرة الذي يساعدك على هضم الطعام وأن لا تتناول كميات كبيرة من الطعام وأن تشرب الماء فهو الذي يساعد على هضم الطعام لا تأكل بسرعة وإن كنت جائعا وإن كانت الأطباق أمامك شهية وترغب في تناولها جميعا امضغ طعام كل جيدا وابلع الطعام ببطء هذه من أهم الأشياء التي تساعدك على خفض الوزن والشعور أيضا بالشبع عندما تأكل ببطء فأنت لن تأكل الكثير من الطعام أعيد أكثر من مرة شرب الماء بشكل وافر ما بين الإفطار والصحور إذن إذا شربنا كوب أو كوبين خلال الإفطار فعلينا أن نشرب من ثلاثة إلى أربعة أكواب ما بين الفطور إلى الصحور الفترة التي قلت لكم أنها يجب أن تكون فترة صيام ثانية أي بعد أن تفتر وأن تتناول حبة من الفاكهة أو حبة من الحلوى في مرحلة مثلا الساعة العاشرة مثلا من العاشرة حتى الساعة الرابعة حتى الساعة الثالثة صباحا لا تتناول شيء سوى أن تشرب الماء بكميات وافرة الكثير مننا يكون متعب مرهق لا يعرف ماذا يفعل بعد الإفطار فيقوم بالاستلقاء والنوم مباشرة بعد تناول الطعام إياك ثم إياك إياك ثم إياك أنت عتادي على هذه العادة السيئة لأن ذلك سوف يشعرك بالخمول ولأن المعدة لن تقوم على هضم الطعام كما يجب ستزداد الغازات لديك سيحدثك تلبك معوي لن يغادر الطعام معدتك بعد ساعتين من هضمه وإنما سيضطر إلى البقاء في المعدة ثلاث إلى أربع ساعات ستأتي وجبة الصحور لن تتناوليها كما يجب أو سوف تشبري نفسك على تناول الطعام وبالتالي سيصبح لديك تربكات معوية وبالتالي سيصبح لديك كرش بطن كبيرة في نهاية رمضان بسبب استقائك الدائم بعد تناول الطعام في كل يوم تستطيع أن تمارس بعض التمرينات الرياضية كالمشي وتعتبر الصلاة وبخاصة صلاة التراويح نافعة جدا لجسم الإنسان في تنشط الدورة الدموية بالجسم وتسهل عملية الهضم وأحراق الدهون وأما المشي فلا ينصح به فورا بعد تناول وجبة أطعام وإنما ينصح به بعد تقريبا ساعة أو ساعتين من تناول الطعام لتكون المعدة قد هضمت الطعام وبدأت تتخلص منه المعدة باتجاه الأمعاء فتكون وزنك أقل ولا تشعر بالألم في المعدة تشعر بالخفة وأثناء سيرك عزيز المستمع والمستمعة خذي معك الماء العادي الفاتر المعبأ من البيبتاوريث البارد وأثناء المشي خذي رشفات متعددة فيتساعدك على أنقاص وزنك والحفاظ على جسم مثالي جدا في رمضان أقول عزيز المستمع والمستمع وهي نصيحة من أخ إلى أختها أنه يجب عليك أن تحضر كل شيء في المنزل الإبتعاد تماما تماما عن شراء أي شيء من الخارج فأنت لا تعلمين إذا كان ملوثا أو به مرض ونحن في زمن ابتلان الله سبحانه وتعالى بهذا الفيروس الذي يسمع أوكفيد 19 أو كورونا وهو خطير جدا تمنا من الله سبحانه وتعالى أن يحفظني وأولادي وأولادكم وإياكم من هذا المرض وأن يبعده عنه نحن أثناء فترة الحجر الصحي نستطيع أن نقوم بأعمال كثيرة كثيرة لم نكن نستطيع القيام بها في الأيام السابقة ولا فيما الآن ونحن في الشهر الفضيل فتستغربون إذا قلت لكم أن قراءة القرآن لن تنقص الوذن ولكن في رمضان قد تساعدك على الشعور بمأنينة والسلام والراحة والسعادة وذلك عندما تشعرين بمثل هذا الشعور العديد المستمع والمستمع فإن جسمك يتجاوب معك بالأشياء التي تقومين بها من إنقاص للوذن ومن الأمور الصحية الأخرى فإذا كنت تعاني من مشاكل نفسية أو من ضغوط اجتماعية أو من مشاكل داخلية في المنزل فتلك الأمور سوف تؤثر سلبا على إنقاص الوذن والحصول على مناعة فعليك عديد المستمع والمستمع أن تكون رفيقا أن تكون رؤوفا بأهل بيتك وأنت أن تكون رؤوفا أيضا بأهلي لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس الذي يظهر أمامكم في الشاشة ليصلكم كل جديد إن أعجبك الفيديو لا تنسى الآجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد وانشر المقطع ليعم الأجر والفائدة للجميع ولا تنسونا من آرائكم وتعليقاتكم ونحن نحترم آرائكم وتعليقاتكم ونأخذها بحامل الجد وشكرا وجزاكم الله خيرا